أنا أمضي في نفسي مش في جبالي ولوني وجمسي ولا في فلوس والديمتي واللبسي والهدوم أنا رايح ما دنت النجوم مزرعة النجوم إستنى يوسف بتعمل إيه؟ هو فيه يعني يا زيزي فيه يا زيزي بتزعقت لإيه؟ أنا مش قاوزة زعقة أنا آسف يا يوسف لو زعقتلك بس أنا بس كنت بالحق يا جمال فيه إيه فاهموني بصي زيزي ما كانتش عايز ناكل من الجزر في المزرعة معنى كان فيه كتير قوي ليه كده يا زيزي؟ ده حتى الجزر مفيد ومغزي هو طبعا مفيد ومغزي بس لما يبقاش مخصول هكيد بيبقى مدر ليه؟ هو أنتو مش بتشوفوني برش من الشوالد على الأرض؟ آه أنا بشوفك أيو ده بقى اسمه سماد ده بنرشه على الأرض قبل ما بنزرع علشان يخلي الزرع له شكل حلو ويخليه يطول أسرع خلاص ده يبقى كده مش مدر لا مدر هو معمول للأرض قبل ما تتزرع وده لو دخل جسمنا ممكن يسبب لنا مشاكل وممكن يسبب تسمه إيه ده بجد؟ أيوة طبعا طب انا هخسل لي يا جزر أخسلكم معايا اخسلوا جامد يا يوسف اخسل لنا كلنا وكل صحابنا في المدينة حاضر يلا هان روحت انت كمان سعد يوسف قبل ما انا اكلم روما على ما انت تتكلم روما احنا هنغسلوا نينة تمام ألو ايوة يا روما أيوة يا زيزو عاملين تمام انا زي الفل احنا مستنيينكم النهاردة وما تنسوش دكتور أشرف اكيد اكيد مش هنسى دكتور أشرف انتوا قولي بس انتوا عددكم كاما احنا عددنا عشرة طيب حلو قوي احنا هنجهز الأكل وعنبع طلب حلو احنا كمان هنستنيكم طيب تمام يلا سلام سلام اتفضل يا سيدي جسلتو كسيل النماء ايه؟ جسلتو بصابون الأطباء هو ما اعملتش كده لوحده انا كمان ساعدته مينفعش نكرب الصابون ليه؟ ليه الصابون كان غليل الصابون ده معمول علشان يغسل الأطباء لو دخل جسمنا دي فيها مشكلة ليه؟ طب نسيبه مش نضيفه الخضار ليه طريقة تانية نسيبه هاتلي طبق وهاتلي مية وهاتلي خلق شكرا دلوقتي بقى هنحط المية حط عليها شوية خلق هنتيدي بقى نخسر الخلق يلا بقى اسعدوني مرافو يا هاني مرافو يا يوسف والفاكهة بتتغسل كده برضو؟ لا الفاكهة ليها طريقة تانية بنستخدم برضو مية بس بنستبدل الخلق بسكة معلقة او معلقتين دي طريقة جديدة انا اول مرة اشوفها يلا بقى نخلص غسيل علشان ننتجي بقى نعمل اكل بعد ما خلصنا محتاجين نرجع كل حاجة ما كان ممكن تساعدني؟ ايه يلا هانا رجعي الحاجة ما كانها بعد اذن منهاردة بقى هنعمل اكلة جديدة واجبة ملونة كلها كلشي وبروتينات هنحط كل ده بقى فوق بعض يلا بينا يلا بينا خطر اولى انا اللي هعملها علشان فيها استخدام للسكين انتو بس ممكن تساعدوني ان انتو تدوني الخيار والجزم هنقطعوا شرايح يلا يهانا ساعديني ناوليني الخيار ودلوقتي بقى ييجي دوركم يصصوا انتو زي ما انتو حابين بقى فننوا بقى واعملوا انتو عايزينه في الاطباق الشفافة فين موجودة فين هناك ايه طب والباسكوت ده هنعمل بي ايه؟ ده باسكوت مملح مش مسكر ومعانا كمان فراخ مسلوقة ومعانا جبنة ومبشرة هنحط كل ده على بعض ثانية واحدة كده هنحط كل ده في القلبة ايوه معايزين كلنا الرسوم في الاطباق ده كمان يا يوسف هتنا فراخ المسلوقة اللي هناك دي اه شكرا واخر حاجة معانا بقى جبنة المبشورة حد بقى بقى اذنك يروح يجب هاي يلا انتهاء يلا بقى نتدي نرس؟ يلا بقى نتدي نرس؟ يلا بقى نتدي والاكلة ده تشبعنا وتبقى غلا؟ طبعاً بي فيها اخدار ونشبعت في الباسكوت وكمان بروتين في الفراخ وكمان ده غير الوانها وأشكالها حلوة ده غير اللي شكلها حلوة قوي وطعمها هيكون أحلى يلا بقى نتكلم روما نقول له ان الوردر جاهز يلا بينا؟ يلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة